طيب المركاتو الشتوي في أوروبا نار 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 واللي يهمنا منه خلينا نبتدي بالنني لأنه النني والكلام كان عن النني في المواسم الأخيرة كتير جدا كل موسم أو كل موسم انتقالات شتوي كان أو صيفي نسمع عن رحيل النني أو عن عروض مقدمة للنني أو عن نهاية علاقة النني بالأرسنل كتير جدا لكن يبدو أن المركاتو ده هيكون هو الفصل الأخير في علاقة النني بالأرسنل لأنه في بعض التقارير الصحفية اللي كلمت على رغبة نادي أسنفيل في التعاقد مع محمد النني في فترة الانتقالات الشتوية ويمكن اللي خلينا نراهن على الاحتمالات دي أو تقول أنه الاحتمال اتمام الصفقة احتمال كبير جدا هو مين؟ أنه أوناي أمري هو المدير الفني الحالي لفريق أسنفيل أوناي أمري في فترة من الفترات كان بيتولى تدريب فريق الأرسنل ويعلم تماما مش بس يعلم تماما ده بالعكس كمان خلينا نقول عنده قناعات كبيرة جدا بقدرات محمد النني في نص الملعب وبالتالي في ظل عدم اقتناع أرتتة بأنه النني ممكن يكون لي دور رئيسي مع الأرسنل في الفترة دي احتمالية أنه ينتقل للأسنفيلة طبعا كبيرة جدا وده وفقا لتأكيدات وتقارير صدرت من صحيفة ميرر البريطانية طيب هل طبعا أنني يهمني لأنه اللعب مصري لكن كمان في صفقات من العرد تييل ويمكن قد تكون مفاجأة يعني واحدة من أهم الصفقات أعتقد اللي تمت خلاص أو تم الاتفاق على تفاصيلها بشكل كبير جدا هو انتقال جواو فليكس واحد من أمهر وأفضل اللعبين البرتغاليين وبشوفه هو الخليفة الطبيعية والوريس الشرعي لعرش كريستان رونالدو مع البرتغال اللي يمكن ما ظهرش بالشكل المتوقع في أتلاتكو مدريد انتقل بالفعل أو تم الاتفاق على انتقاله على سبيل الإعارة وبدون فكرة أو مبدأ الفرصة يعني أنه نادي الشلسي يكون عنده حقية الشراء بعد انتهى فترة الإعارة فجواو فليكس مع البلوز جواو فليكس انتقل بالفعل إلى لندن وهيكمل الموسم ده في مقابل على أسف قبلغت حوالي 10 مليون أو 9 مليون سترليني على سبيل إعارة من صفوف الأتلاتكو مدريد لصفوف البلوز أو تشالسي همو مناسبة كلامنا وعلى فكرة عايزة أقول لكم أنه في احتمال مواجهة تكون هي مش احتمال ده أكيد يوم 19 عشاء الدون عشاء الليو عشاء رونالدو عشاء ميسي هيكونوا على معادة مواجهة أخيرة تجمع بين النجمين المواجهة تكون على أرض سعودية لأنه فيه تحضير المواجهة تجمع بين نجوم نادي النصر والهالة السعودي كطرف وبالتأكيد هيكون معهم كريسيان ورونالدو فيه مواجهة أيضا باريس سان جيرما في السعودية بحضور طبعا ليو ميسي اللي قد تكون المواجهة الأخيرة بين النجمين الأبرز في كرة القدم على مدار السنوات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر